يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه في قطاع غزة لليوم المائة وعشرة واليا حيث استجهد خمسين فلسطينيين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بالتوازي مع معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال هذا ويأتي فيما نفت سلطاته الاحتلال الإسرائيلي صحة تقارير بشأن قرب التوصل لاتفاق مع حماس بشأن المحتجزين لدى الحركة مشيرة إلى أن هناك اختلافا بين موقفي الطرفين بشأن التوصل إلى هدنة غزة هذا الدمار الهائل الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من غزة قصف إسرائيلي جوي وبرية حاصر الأسر الفلسطينية لعدة أيام ومنعهم من التحرك من مناطقهم فيما شهدت مدينة وخان يونس دمارا كبيرا أدى إلى ارتقاء خمسين شهيدا ومائة وعشرين مصابا خلال الساعات الماضية حصرونا ست أيام غير لا أكل ولا الشروب الكصف والسواريخ وكل الدبابة الطيران جاء وبحر كله علينا وفي الشي لا أكل ولا الشروب بقنا محبوسين والقدايف نتخبى في الكرة قصفة للبيت ومن بعدها هالة العمود الساتر العمود خبط وعمت بالصلي فأتنام هي بالصلي وجنبها حواليها الأولاد الصغار الأولاد الصغار وأولاد عمت كلهم جميعهم في الطابق الثاني هال عليهم الساتر مما أدى لنا استشهادهم المناطق الجنوبية بمخيمتها تشهد منذ أيام قصفا عنيفا وأحزمة نارية ومقاومة ضارية من قبل المقاومة الفلسطينية حيث يتكتم الجيش الاحتلال بصورة كبيرة على خسائره وتحديدا البشرية في المعارك الدائرة في قطاع غزة بدأنا نسمع أصوات في بعض الصحف العبرية اللي ربما بدأت تطالب بشكل واضح القيادة السياسية يجب أن لا نكون رهينة بيد شخص بن يمين نتنياهو رئيس وزرائي الاحتلال الإسرائيلي ويجب أن يرضخ نتنياهو للأصوات الإسرائيلية التي تطالب بشكل واضح وصريح بأن يذهب إلى عملية فوضات غير مباشرة مع المقاومة الفلسطينية تفضي إلى إفراج على الأسرى الإسرائيليين مقابل إيجاد وقف إطلاقها إنسانيا تتواتر تحذيرات المنظمات الدولية من تعرض مئات آلاف الفلسطينيين المحاصرين خاصة في شمالي القطاع للمجاعة حيث أكدت الأمم المتحدة أن سكان غزة يتعرضون للدمار على نطاق وسرعة غير مسبوقين في التاريخ الحرب الإسرائيلية الشرسة على غزة مستمرة ومعها يسقط المدنيون الأبرياء أمام مرأة ومسمع العالم حرب ضروس قضت على كل مناح الحياة في القطاع عبد الرحيم أبو كويك تلفزيون دولة الكويت من رفح جنوب قطاع غزة فلسطين موسيقى 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 موسيقى